اهلا بكم مشاهدين الى نشرة المساء نبدأ بالعنوين الطاقة الذرية تسجل خرقا ايرانيا جديدا والمعارضة الايرانية تطالب بايدن بعدم الرضوخ للابتزاز الصور ترصد نشر ايران طائرات انتحارية في اليمن والرياض تتهمها بزعزعة الاستقرار ونشر الدمار ومن مواضيع نشرة المساء ايضا الخرطوم تفرض قيودا على حركة طائران شرق البلاد وتدعو اثيوكيا للتفاوض على التهديئة اجتماع طارئ للصحة العالمية لبحث النسخ المتحورة لكورونا وفريقها في وهان يتقصى اصل الفيروس اهلا بكم ايران خرقت الاتفاق النووي مجددا وبدأت بتركيب معدات لانتاج معدن اليورانيوم المحظور في اتفاق 2015 في موقع في اصفهان هذا ما اعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخطوة الايرانية الاخيرة هي الاحدث في سلسلة انتهاكات ايران للاتفاق النووي حيث يعد معدن اليورانيوم جزءا اساسيا في صنع الرؤوس النووية الخرق الايراني دفع بريطانيا والمانيا وفرنسا الى اجراء مشاورات في حين طالبت المعارضة الايرانية الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن بعدم الرضوخ الابتزاز ما اطلقت عليه النظام النووي في ايران اشتركوا في القناة ومن النووي الى الطائرات الانتحارية مشاهدين كشفت مجلة نيوزويك ان ايران ارسلت على ما يبدو طائرات من دون طيار متطورة الى ميليشيات الحوثي في اليمن نشرت المجلة الامريكية صورا للاقمار الصناعية تظهر نشر طائرات مسيرة ايرانية من طراز شاهد 136 في محفظة الجوف شمال اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون وكما نتبعها في هذه الخريطة طائرات شاهد 136 التي يطلق عليها ايضا الطائرات الانتحارية هي واحدة من سلسلة طويلة من طائرات شاهد منها شاهد 123 وشاهد 129 وهي طائرات مراقبة مزودة بالصواريخ وبحسب التقرير فان ايران طورت مسيرات حديثة يتم اعطاؤها احداثيات وتحلق باتجاه الهدف دون الحاجة الى التواصل او التوجيه من اي قاعدة ارضية او جوية ومسيرات ايران بحسب تقرير نيوزويك يمكنها الوصول لاهداف تقع بين 2000 الى 1200 كم هي مسافة طويلة تغطي منطقة شاسعة كما نشاهد هنا على هذه الخريطة هذه المسيرات بامكانها ضرب اي هدف في هذا المحيط الذي نتابعه وهي تطال اهدافا تقول المجلة ان ايران تضعها ضمن قوائمها للانتقام من اي هجوم امريكي تلوح به ادارة ترامب قبل رحيله تقرير المجلة الامريكية مشاهدين يتزمن ايضا مع محاولة ايران لاثارة المزيد من التوتر على طول البحر الاحمر من خلال وكيلها في اليمن ميليشيات الحوثي ومؤخرا قامت بنشر قطع عسكرية بحرية تتضمن سفنا حربية وقاذفة صواريخ كل ذلك يتزامن مع مناورات تقول ايران انها صاروخية تجريها البحرية الايرانية في بحر عمان وتعكس حالة التصائيد المتبادل مع القطع العسكرية الامريكية المنتشرة في المنطقة اشتركوا في القناة ومتابعة لهذه التطورات ينضم الى من القاهرة محمد الحميري وزير الدولة اليمنية سابقا وعضب مجلس النواب اليمني سيد الحميري اهلا بكم معنا ما زالت ايران تزود الحوثيين بالاسلحة واخرها الان هذه الطائرات المسيرة التي تسمى بالانتحارية كيف يمكن ان نفسر هذا الزخم الايراني للحوثيين وفي هذا التوقيت مساء الخير الحقيقة ايران منذ البداية او قبل ما كان يعرف الكثير ان ايران تدعم الحوثيين فهي تدعم الحوثيين وتدعم كل ما يهز امن وسلامة المنطقة العربية فكشفت ايران في كل الدلائل وفي كل مواقف بانها هي التي تدعم الحوثي وهي التي تدعم حزب الله حسن نصر اللات وهي التي تدعم كل الحركات التدميرية في كل البلاد العربية بسبب حقدها على الدفين وهاجسها الذي يسكنه الامبراطورية الفارسية ما قبل الاسلام ولذلك هي لا تريد استقرار المنطقة وهذا شيء طبيعي كيف نفسر تصاعد حجم هذا التدخل الايراني والتصعيد الحوثي هذا يفسر على انه لا رجع بالنسبة لهم وانهم لا يستهدفون اليمن ولكن يستهدفون كل المنطقة العربية ويعتبرون اليمن هي نقطة انطلاق كما انهم سيطروا مثل ما عملوا في العراق ومن ثم في سوريا ولبنان ويريدون ان يشكلوا طوقا متكاملا ودائرة كاملة على الجزيرة العربية والخليق وهم يسعون حتيثا ويبدلون كل جهدهم وهم مخترقين المنظمات الدولية ومخترقين المنظمات الإنسانية منذ وقت مبكرهم والحوثيين وكثير من عناصرهم التي تحاول أن تزين خبذهم وتحزين جرائمهم التي يقشعر منها الأبدان في حق الإنسانية في حق الأطفال في حق النساء في حق الشعوب في حق كل ما يمسد الإنسانية إلى متى الحوثيون سيستمرون الشماعة لإيران يعني تريد أن تقوم بهجمات ضد أهداف أمريكية في المنطقة عبر الحوثيين حتى لا يطالها المجتمع الدولي لإيران بل يطال الحوثيين وهي تعد جماعة وميليشيات إلى متى الحوثيين سيبقون على هذا الأمر إلى أن نصح وندرك ونعمل فريق واحد ونقاطب المنظمات والجهات الأممية ويتحمل المجتمع الأمم المتحدة والدول الكبرى تحمل مسؤوليتها بصدق لأن تستقر المنطقة لأنهم طالما الأمور تمشي ضربوا رامكو وقالوا الحوثيين ضربوا أماكن كثيرة وقالوا الحوثيين الحوثيين أصبحوا وهم أدا يفتخرون أنهم أدا بيد إيران ولا يستعبون من هذه القرائم ويفتخر أن تلصق فيهم هذه القرائم وهم أصلا مجرمين بالأصل ولكن الأماكن التي لا يصلون إليها تصل إليها إيران وتقول الحوثيين والحوثيين يخرقون بيان يقولوا نحن عملنا وتركنا لأنه لا يستحون إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحف صنع ما أشيت فلذلك نحن لا يجب أن نعد العدة لأن نفضح هذه الجرائم والحوثي هذا يجب سيد الحمية لتفضحون هذه الجرائم ولكن حتى الآن المجتمع الدولي لا يأخذ خطوات جدية تجاه هذه الميليشيات أو تجاه إيران حتى اليوم يرفضون إلى حد ما تصنيف الجماعة الحوثي كجماعة إرهابية كما صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية لأن ذلك يخدمهم لأن ذلك يخدمهم ولأنهم يبتزون المنطقة ويحاولون ويعلمون بأن الحوثي وإيران ما هم إلا أدوات لهذه المشاريع الخارجية التي تخدمهم ويستفيدون من قراء هذه الميليشيات ولا يدركون أنهم في المستقبل سيتضرر المجتمع البلاحة الدولية وستضرر هذه الدول صحيح أن إيران لديها علاقات من تحت الطاولة من كثير مع الدول والدليل على ذلك التباكي على تصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية هذا أمر يجعلهم يحاولون أن يلمعوا المجرمين لأن المرهابيين هم عندهم فقط الذين لا يستطيعون أن يصلوا من خلالهم إلى مصالحهم لكن الذين يقتلون النساء والأطفال ويدمرون بلد وينقلبون على مؤسسة دولة هؤلاء ليسوا إرهابيين غريفث والمجتمع الدولي يقولوا بأن هذا التصنيف من الممكن أن يزيد الوضع الإنساني سوءا في اليمن إلى متى هذه الأمور الإنسانية ستبقى بيد الحوثي ليستغلها ولعدم وجود أي خرق في جدار هذه الأزمة سيظل يستغلها طالما والمجتمع الدولي متواطئ ونحن متفرقون وسيستغلها ولو تركنا له الأمر سامى المواطين العذاب هو الآن لا مرتبات لا دواء المواطن اليمنى يسومه سوء العذاب ويسخر الناس للقبهات حتى لا يعطيهم أبسط حقوقهم الآدمية ولذلك هو مستغل هو مستغل ومستغل هو مستغل للشعب اليمني من حوله ومستغل من قبل هذه الدول التي لا ترى إلا مصالحها شكرا لك من القاهرة محمد الحمياري وزير الدولة اليمنية سابقا وعض مجلس النواب اليمني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سورجي لافروف قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أنه ناقش مع الجانب الروسي السلوك الإيراني في المنطقة الذي ينشر الدمار والخراب ولا يخدم شعوب المنطقة أو الشعب الإيراني تبحثنا بالطبع أيضا عن المواضيع ذات الاهتمام المشترك بالذات فيما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليمي كان من أهمها بطبيعة الحال ما يتعلق بأمن منطقة الخليج وشرحت لمعالي أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية المستمرة والاعتداءات المتتالية على أمن الاستقرار المنطقة ونشاطها الذي يعزز فقط من الدمار والخراب والذي لا يسهم أبدا في التنمية وتوفير سبل الرخاء لا لمواطني إيران ولا لمواطني المملكة وزير الخارجية السعودي أكد دعم المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن إلا أنه أشار لتعطيل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران التوصل لهذا الحل وأوضحت لمعالي ما تقوم فيه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من تعطيل كافة الحلول السياسية وأهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الجهود الأممية وفي دعم الجهود الكافة التي تسعى إلى تحقيق السلم والاستقرار في اليمن ومنع التدخلات التي تسعى لتعطيل ذلك الحل لا سيما ما تقوم به إيران من استمرار بتوريد الأسلحة بشتى أنواعها بما فيها الصوريخ الباليستية إلى الميليشيات الحوثية في نشرة المساء نتابع بعد قليل الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن إعداد إسرائيل خطة عسكرية لمواجهة برنامج إيران النووي أهلا بكم من جديد فرضت سلطة طيران المدني السودانية قيودا على حركة الطيران فوق ولاية القضارف ومنطقتين الفشق الكبرى والصغرى وقال مدير سلطة الطيران السودانية أن القرار يأتي بعد اختراق مقاتلة إثيوبية لأجواء السودان صباح أمس الأول وكانت الخارجية السودانية أدانة الخطوة الإثيوبية مؤكدة أنها غير مبررة وتزيد من التوتري في المنطقة طالب وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إثيوبيا بالهدوء والتروي من أجل التفاوض على قضية الحدود وفي مقابلة حصرية مع العربية قال قمر الدين أن بلاده لا تسعى لأي وسطة مع أثيوبيا حول أراضي السودان وحدوده لكنها ترغب أيضا لا ترغب أيضا بالتصعيد معها هي حدود ليست مكان تنازع على الإطلاق وعندما تطلق أثيوبيا هذه الكلمة أن هذه الحدود متنازع لي هذه كلمة باطلة بالتأكيد ولا تجد أي سند في كل الوثائق الدولية فمنذ 1902 وكانت إثيوبيا وقتها دولة مستقلة قد وفقد على هذه الحدود ميجر قوين قام بترسيم هذه الحدود ووضع علامة عليه بعض الناس تختلط عليهم المصطلحات فلما نتحدث عن الترسيم وعادة الترسيم هذه كلها مصطلحات قد لا يفهمها الناس بمعناها القانون الدقيق فالحدود بين السودان وإثيوبيا مرسمة وموضوعة للخرائط حتى خرائط إثيوبيا نفسها فيها هذه الحدود وتطلق تماما مع الخرائط الموجودة في كل مناطق العالم ومن ضمنها خرائط الأمم المتحدة الجمعية الجغرافية البريطانية والوثائق في جامعة الدرم التي تجمع الوثائق الإقليم ومن ضمنها الوثائق السودانية الإثيوبية عرض رئيس جنوب السودان سالفاكار ميارديت على رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان عرض عليه التوسط لحل الأزمة مع أثيوبيا وخلال اتصال هاتفي أكد سالفاكار أنه مستعد لرعاية حل سياسي وديبلوماسي لقضية الحدود من جانبه أكد البرهان على ضرورة الحل الودي للخلافات مع أثيوبيا لنتابع التطورات في السودان ينضم إلي من الخرطوم فيز الشيخ سليك المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني سيد سليك أهلا بكم معنا لنعرف منك ما قصة هذا الحضر للطيران في شرق البلاد هذه خطوات احترازية مهمة باعتبار أن الطيران الأثيوبي اخترق الأجواء السودانية قبل يومين في سابقة خطيرة وفي تصعيد خطير من الجانب الأثيوبي في وقت يسعى فيه السودان إلى التهدياء وإلى الحوار وإلى الحل الودي للأزمة ملتزمين بذلك من حسن الجوار من العلائق المشتركة بيننا وبين الأشقاء في أثيوبيا ولمصلحة الإقليم كله الاستقرار هو الأساس استسبيز كيف تكون هذه المحاولات للتهديئة؟ هل من اتصالات؟ هل من أي وساطة بينكم وبين أثيوبيا لتحاولوا التهديئة؟ السودان حاليا بدأ حملة في التواصل مع عدد من دول الإقليم اليوم ذهب وفد إلى الشقيقة مصر وسيذهب وفد إلى المملكة العربية السعودية وإلى الأمارات وإلى تشاد وإلى عدد من دول أفريقيا أيضا وإلى جنوب أفريقيا هذه الدول التي تربطنا بها علاقات تاريخية أو مصالح مشتركة أو غيره لتوضيح الموقف السوداني الثابت الذي يدعو إلى السلام وأن السودان في حالة دفاع عن أراضي سودانية السودان لم يشن أي هجوم على أثيوبيا السودان مستعد للحوار السلمي لما نعتبره وضع للعلامات الحدودية التي اختفى بعضها ومعروف أن الحدود السودانية الأثيوبية منذ عام 1902 تم التوقيع والمصادقة عليها وموجود في الأمم المتحدة معروف أين الحدود السودانية استسفيز بعد هذه الزيارات هل سيترتب عليها أي وساطة؟ حتى سيد سيلفا كير قال بأنه جاهز لأي وساطة بين أثيوبيا وبينكم نحن نرحب بأي دور سلمي نرحب بأي دور يؤدي إلى تسوية نهائية لهذه الأزمة ولكن قبل ذلك نحن في تواصل مع الإخوة في أثيوبيا عبر لجنة الحدود المشتركة كانت هناك اجتماعات في الخرطوم قبل أسابيع وفشلت لتعنط الطرف الأثيوبي ولإصرار على تحويل القضية إلى قضية نزاع حدودي هذه قضية ليست قضية نزاع كانت هناك قوات أثيوبية أحتلت أراضي سودانية الجيش السوداني نظم إعادة انتشار وانفتاح داخل العمق السوداني وبصت سيطرته على أراضي سودانية لكن بعض الجوانب في أثيوبيا اتصر بأن هذه أراضي أثيوبية باعتبار الأمر الواقع طب استيس فيز الطرفان يدعوان إلى التهدئة والحلول السلمية ولكن هل هناك من مؤشرات على هذه التهدئة هل الاجتماعات لهذه اللجنة الحدودية هل سيكون هناك اجتماعات في القريب العاجل أم ما زالت متوقفة نحن مستعدون في أي وقت الجانب الأثيوبي قبل يومين أعلن أيضا استعداده للحوار عبر هذه اللينة ورحبنا بهذا التصريح ولا نزال في انتظار الجانب الأثيوبي لمعاودة التفاوض حول هذه القضية وكما نقول بأنها هي قضية أراضي سودانية كانت القوات الأثيوبية تحتلها بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك انتشرت القوات الأثيوبية وتوقلت داخل الأراضي السودانية صمت نظام البشير لأنه كان متورطا في محاولة الاغتيال وفي ذلك الوقت كان النظام يحاول أن يحافظ على أمن رئيسه وأمن قيادته على أمن السودان الآن السودان يشهد تحولات كبيرة على كل المستويات الجيش السوداني الآن يقوم بدوره في حفظ الحدود وفي سيادة وأمن السودان لذلك نحن نرحب بالحوار نحن لم ندعو إلى حرب لم ندعو إلى تصعيد وموقفنا ثابت بأن هذه أراضي سودانية ونتمنى أن يكون الحوار حول كيفية الاستفادة من الجوار كيفية تطوير هذه الحدود بين البلدين لتكون مثار سلام لا مثار حرب هذا هو الموقف السوداني الثابت من الخرطوم فايز الشيخ سليك المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السودانيين نشكر المشاركة معنا في نشرة المساء قالت صحيفة إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كوخافي أوعز بإعداد ثلاث بدائل لخطة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني سيقوم المستوى العسكري بعرضها على المستوى السياسي قريبا ويشير مراسل العربية إلى أن تسريبات هذه المعلومات قد تشكل ورقة ضغط بيد نتنياهو على إدارة بايدن التي أعلن مسؤولون فيها أنها ستعود إلى الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015 وينوي نتنياهو تعيين مبأوث خاص لمعالجة الملف النووي الإيراني والاتصالات مع إدارة بايدن ويبدو أن رئيس الموساد يوسي كوهان الذي ينهي مهامه في يوليو المقبل صاحب أعلى الحضوظ بتولي المهمة لا يبدو تسريب قرب أعداد الجيش الإسرائيلي خطة وبداء العملاتية لضرب المنشآت النووية الإيرانية بريئاً من حيث التوقيت والمضمون وقطعاً الوسيلة صحيفة إسرائيل هيوم المقربة من نتنياهو فهذا قد يصبح ورقة ضغط يلوح بها في وجه إدارة بايدن إن قررت العودة السريعة للاتفاق النووي مع إيران من عام 2015 بدون إدراج ملف الصواريخ الباليستية ونشاط إيران العسكري في المنطقة وزيادة مدة الرقابة لعقود على برنامجها النووي من هذه الناحية لا شك أن الانتخابات في الولايات المتحدة أدت إلى إنشاء واقع جديد وبطبيعة الحال الجيش الإسرائيلي يستعيد لكافة الاحتمالات خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني وفي المعلومات أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أوعز بإعداد ثلاثة بداء العملاتية جديدة لخطة عسكرية لمواجهة المشروع النووي الإيراني ستعرض قريباً على المستوى السياسي لكن الواقع أن إسرائيل أعدت خطة تفصيلية لضرب منشآت إيران النووية وكادت أن تنفذها عام 2010 وما يجري هو إدخال تعديلات عليها فإسرائيل ستمتلك قريباً القنابل الأمريكية الذكية الخارقة للتحصينات تحت الأرضية وهذا يجدول قدراتها لتوجيه ضرب للمنشآت الخيار الأسكري لم يلغى قطة ودائماً كان ولا يزال قائماً كوسيلة لمواجهة التهديد الإيراني القراءة الإسرائيلية أن إيران تبعد عاماً عن الانطلاق الخاطف نحو قنبلة نووية إن أرادت لقدرتها على التخصيب بنسبة 90% وقد حصلت على ثلاثة أطنان من اليورانيوم المخفض التخصيب ولكن تخصيبها بنسبة 20% يبدو ورقة ضغط ومفاوضات مع إدارة بايدن ليست المرة الأولى التي تلوح فيها إسرائيل بخيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني لكنه يبدو في هذه المرحلة أدات ضغط على إدارة بايدن أكثر منه خطة عسكرية وشيكة التنفيذ زياد حلبي العربية القدس المحتلة أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستدخل المحادثات الاستكشافية مع تركيا بنية حسنة لحل مشكلة المناطق الاقتصادية المتنازع عليها اليونان أكدت أن تركيا هي من طلبت استئناف المحادثات المتوقفة منذ عام 2016 مضيفة أنها سحبت سفينة البحث أوراتشريس من المناطق البحرية التي تتداخل مع الجرف القري اليوناني ونتابع في نشرة المساء بعد قليل بايدن لن يستقل القطار للتوجه إلى واشنطن يوم التنصيد الطاقة الذرية تسجل خرقا إيرانيا جديدا والمعارضة الإيرانية تطالب بايدن بعدم الرضوخ للابتزاز صور ترصد نشر إيران طائرات انتحارية في اليمن والرياض تتهمها بزعزعة الاستقرار ونشر الدمار الخرطوم تفرض قيودا على حركة طيران شرق البلاد وتدعو أثيوبيا للتفاوض على التهدئة اجتماع طارئ للصحة العالمية لبحث النسخ المتحورة لكورونا وفريقها في وهان يتقص أصل الفيروس أهلا بكم نتابع الثامنة من الشأن الأمريكي قضية عزل الرئيس دونالد ترامب والذي تنتهي ولايته رسميا بعد أقل من أسبوع أثارت حقيقة تساؤلات حول ما إذا كان يمكن محاكمته أو عزله أصلا حسب الدستور الأمريكي السناتور توم كوتون وهو نائب جمهوري أوضح أنه رغم إقرار مجلس النواب على العزل برئاسة نانسي بيلوسي مجلس الشيوخ لا يمكنه بدء محاكمة عادلة قبل انتهاء ولاية ترامب رسميا الأسبوع المقبل وقال كوتون أيضا أن مجلس الشيوخ يفتقر السلطة الدستورية للقيام بإجراءات العزل ضد رئيس سابق موضحا أن العزل يطبق على أصحاب المناصب وليس على المواطنين العاديين وأيضا من غير المعروف حتى الآن مشاهدين متى يمكن أن تبدأ المحاكمة بعدما أوضح زعيمه الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل أنه لن يجمع أعضاء مجلس الشيوخ حتى اليوم الأخير من ولاية ترامب وطبعا أصبح معروفا هو التاسع عشر من يناير على أقرب تقدير لكن قادت مجلس الشيوخ في كلا الحزبين يختلفون مع ميكونل وقالوا أنهم على استعداد للمضي قدما هذا هو وقت مجلس الشيوخ أن يحاكم الرئيس المتهم ويقوم أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت حين تتطلب إدانته غالبية الثلثين ترجمة نانسي قنقر وقالت وكالة أساشيديد بريس أنه من الممكن أن تبدأ محاكمة الرئيس دونالد ترامب في يوم تنصيب بايدن مضيفة أن الأمر يعتمد بشكل كبير على الوقت الذي ستحدده رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لإحالة مادة الاتهام إلى مجلس الشيوخ نتابع بعض الأراء ونعود ترجمة نانسي قنقر 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 لتقاتنا عندما يتشاهدنا لإمكان الاستمارات المترجم هؤلاء أجابتٍ من قوت المترجم للترجم للتأكيد في المترجم للتسجيل من امرد التأكيد تنقل أشياء العامة السرق والتغطير لاحظوا ك بالدج في حالي بطاري الزوج لتصبح الصورة أوضح دائما نذهب إلى زميلتنا ناديا بلبيسي مراسلة العربية من واشنطن ناديا أهلا بك معنا التساؤل الكبير ماذا سيجري في التاسع عشر من يناير مع مجلس الشيوخ الكل بانتظار هذا الموضوع أهلا بك ميسون هذا بيد رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي هي التي ستقرر إذا كان بإمكانها أن تقدم تهم العزل لمجلس الشيوخ يوم التاسع عشر من يناير أو أن تنتظر أو تقدمها مسبقا طبعا خلال الأسبوع القادم لكن هناك كما تعرفين انقسام في الرأي القانوني الرسمي بمعنى هذا الإجراء سيكون أول إجراء في التاريخ الأمريكي يحاكم فيه رئيس بعد تركه لمنصبه وبالتالي هناك الكثير من اللغة القانوني إذا أردت وهناك الكثير من السجال بالنسبة لما قد يحدث لكن ما هو مؤكد هو أن هناك شبه إجماع على أن الرئيس يجب أن يحاسب عما فعله الديمقراطيون يقولون في تهم العزل بأنه ارتكب جرائم كبرى بين قوسين يقولون بأنه حرد على العصيان وعلى التمرد وعلى العنف رغم أن الرئيس أصدر لأول مرة فيديو مسجل يطالب فيه المتظاهرين الذين سيأتون إلى شوارع العاصمة واشنطن يوم الأحد القادم قبل يومين من التنصيب طلبهم بعدم طبعا كسر القوانين وأن يكونوا بعيدين عن العنف وانتهاك المحرمات إذا أردت إلى آخره والبعض رأى بأنه هي عبارة عن توبة غير مقبولة من الرئيس لأنه بالفعل فقط يريد أن ينجى من هذه المحاكمة لكن أيضا هذا يعتمد على رئيس المجلس الذي قال ميتش ماكو كونال بأنه قد يصادق على محاكمة ترامب بغض النظر هذه المحاكمة ستتركز كل الأضواء وكل الإعلام عليها لماذا؟ لأنها كما ذكرت ميسون ستأتي قبل يوم من تنصيب الرئيس اليوم نادية الآن أسوال شهيدة بريس أعذريني على المقاطعة أسوال شهيدة بريس منذ قليل كانت تحدثت بأنه من الممكن أن تبدأ هذه المحاكمة يوم التنصيب كيف يتم ذلك؟ هل يمكن أن تشرحي لنا؟ وهذا صحيح لأنه إذا قدمت نانسي بيلوسي هذه الأوراق يوم التاسع عشر رسميا لمجلس الشيوخ المجلس يبدأ بالبت بها يوم عشرين وبالتالي يقوم بتنصيب الرئيس في مبنى الكابيتل الرئيس القادم يتجه إلى البيت الأبيض ويقوم مجلس الشيوخ بالبدء بالبت بهذه الإجراءات المحاكمة أريد أن أوضح نقطة مهمة أن المحاكمة لن تتم في يوم كما رأينا في مجلس النواب عندما تم العزل للرئيس لكنها ستتم عبر أسابيع نذكر بالمحاكمة التي تمت أيضا للرئيس قبل عام تقريبا في سبتمبر في العام الماضي وكانت هذه المحاكمة قصيرة نوعا ما رغم أنها استمرت لأسابيع لماذا؟ لأن الجمهوريون عطلوا الطلب باستدعاء شهود ولهذا السبب سنرى هذه المحاكمة مختلفة لأن سيكون هناك طلب بشهود وسيكون هناك عدد من الجمهوريين الذين سينضمون إلى الديمقراطيين نقطة أخيرة ومهمة هو إذا تمت محاكمة الرئيس وإدانته في مجلس الشيوخ على كل الديمقراطيين أن يصوتوا مع هذه الإدانة وبحاجة إلى 17 سنتر جمهوري وهذا غير مؤكد وبالتالي إذا لم يكتسب هذا النصاب القانوني الرئيس لن يحاكم سيعزل عزل في مجلس النواب ودخل التاريخ كأول رئيس أمريكي يعزل مرتين لكنه لن يحاكم هذا سيترك لمحاكمة المدنية بعد أن يترك البيت الأبيض ودائما نحن سنكون معك لمزيد من التوضيحات وأي تطورات من الممكن أن تحصل في خصوص هذه القضية موضوع المساءلة والعزل أو أي تطورات أخرى في واشنطن شكرا لك نادية بالبيسي مرسلة العربية أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس المنتخب جو بايدن تراجع عن خطته للتوجه إلى العاصمة واشنطن لحفل تنصيبه بقطار بسبب وجود مخاوف أمنية وأكدت وكالة أسوشيديد بريس أن رحلة بايدن من مدينته وينمينغتون الواقعة في ولاية ديلاور إلى واشنطن لن تنفذ بواسطة قطار تابع لشركة ركاب السكك الحديدية الوطنية أنتراك كما كان مقررا أصلا مضيفة أن الرئيس المنتخب يعرف بتفضيله سكك الحديد على وسائل النقل الأخرى في تنقلاته داخل البلاد وإلى ملف كورونا شاغل العالم فبعد عام على هذا الوباء تحور وخرجت منه سلالات فيما الصحة العالمية بدأت التحري عن أصله وقد بدأت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بدراسة النسخ المتحورة من فيروس كورونا التي حقيقة تقلق دول العالم حيث تعزز مكافحة الوباء من خلال تدبير إغلاق وحظر تجول وحملات تلقيح والنسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد هي شديدة العدوى لسيام البريطانية والجنوب إفريقية وتنتشر بسرعة في العالم فقد بلغ عدد الدول التي تنتشر فيها النسخة البريطانية المتحورة خمسين بلدا فيما النسخة الجنوب الأفريقية موجودة في عشرين بلدا بحسب منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن العدد قد يكون أعلى في الأثناء وصل خبراء من نظمة الصحة إلى وهان لتحري منشأ فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر وعن مهمة الخبراء قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية تاريخ سارفيتش إن مهمة البحث في أصول فيروس كورونا في الصين هدفها الرئيسي معرفة كيف انتقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان وذلك لمنع تفشي وباء جديد في المستقبل ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في مواجهة هذا الوباء أم في اختراع دواء له أم في تحسين نوع اللقاح الموجود الآن في الأسواق مساء الخير تحية لكم وإنشاهدي قناة العربية كرام نعم تنقلت وسائل الإعلام الصينية رسمية خبر وصول فريق خبراء منظمة الصحة العالمية قالت وسائل الإعلام الصينية أن هذا الفريق جاء للتعاون مع الباحثين الصينيين لتعقب منشأ فيروس كورونا المستجد الذي يعصف بالعالم في موجته الثانية الهدف كما قيل وكما هو واضح من ناحية العلمية هدف الأساسي هو معرفة كيف انتقل هذا الفيروس الحيواني بالأصل إلى الإنسان والبحث في إمكانية معرفة المريض رقم صفر هذا سيخدم البشرية مستقبلا حقيقة بشكل أكبر لتوقي جائحات أو أوبئة أخرى ربما مشابهة كما حدث مع الفيروسات السابق دكتور عمار كيف يخدمنا هذا هو السؤال يخدمنا من ناحية معرفة كيف انتقل الفيروس إلى الإنسان وبالتالي إذا عرفنا الحيوانات الوسيطة هذه التي نقلت الوباء إلى الإنسان من القفاش إلى الحيوان الوسيطة ثم إذا الإنسان نستطيع بعد ذلك محاصرة هذه الأوبئة ومعرفة أماكن الخطر والابتعاد عن هذه الحيوانات أو بث الوعي الصحي لدى الدول ولدى المجتمعات بالنسبة 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 هذه السلالات المتحورة هناك يبدو لجنة طوارئ في منظمة الصحة بدأت بدراسة هذه السلالات هل من معلومات حول هذه السلالات بماذا تختلف عن الفيروس الأول لكورونا الذي عرفناه منذ سنة نعم الحقيقة أن الفيروس منذ ظهوره وحتى الآن انقضى عام كامل تقريبا قد ظهرت عليه أكثر من آلاف الطفرات ولكن هذه الطفرات الأخيرة تم الإعلان عنها بشكل واسع لأنها سجلت بشكل مكثف في مناطق في جنوب بريطانيا ثم في دول أوروبية أخرى وبالتالي كان من اللازم تسليط الضوء عليها والحديث عن أنها ربما تتميز بسرعة الانتشار وقدرتها على العدوى بشكل أكبر هذا هو الفرق الوحيد حتى الآن على الأقل هذه الطفرات لم تتسبب في أن يصبح الفيروس أكثر فتكا بالإنسان لم تتسبب حتى الآن على الأقل في ممانعة ضد اللقاحات المطورة نعم منظمة الصحة العالمية بالأمس قالت بأن السنة الثانية من كورونا أسوأ من الأولى لماذا من الواضح أنه بالرغم من انقضاء عام كان ولكن كثيرا من الدول لم تستطع رغم إجراءات الإغلاق إلا أنها حتى الآن لم تستطع محاصرة الوباء ولم يكن هناك تكاتف وتعاون جيد بين الدول في مكافحة وباء كورونا المستجد مما أدى إلى ظهوره في الموجة الثانية المشكلة الأخرى هي مشكلة ضرورة الحصول أو الوصول إلى مناعة القطيع أو مناعة المجتمعية عبر اللقاحات واللقاحات تحتاج إلى التوزيع السريع وإلى تكاتف بين الدول وهذا سيتطلب جهودا كثيرة وهناك معضلات لوجستية تهدد هذه العملية شكرا لك انتهى وقت هذه المقابلة كنت معي من مدينة عيو الصينية دكتور عمار البعداني طبيب المخ والأعصاب في سلسلة تقاريرنا من الرقة في سوريا تواجه عملية إخراج المئات من أسر داعش السوريين من المخيمات والسماح لهم بالعودة إلى حياتهم تواجه بانقسام في الشارع وسط مخاوف أمنية وتحديات تحيط بالسياسة الجديدة التي تنتهجها قوات سوريا الديمقراطية بضمان من وجهاء العشائر انقسام في الرقة بين مؤيد ومعارض مع وصول المئات من عائلات داعش المحتجزين في مخيم الهول سابقا إلى المدينة انقسام يحاول وجهاء القبائل والعشائر التخفيف من حدده لا سيما وأن المجتمع المحلي لا يزال ينظر بعين الشك إلى هذه العوائل ويتردد في التعامل معهم من دمجهم الطفل بالمدرسة البالغ راح يدور شغل ويشتغل وعايش في المجتمع من دمج المرأة 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 زوج تشتغل راح تشتغل وصفها مثل أي ناس وحتى الآن أخرجت قوات سوريا الديمقراطية نحو أربعة آلاف من نساء وأطفال عوائل التنظيم السوريين من الهول من أصل نحو 24 ألف آخرين وتجري العملية برمتها وسط شكوك بقدرة قسد والوجهاء إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعتهم تحت عنوان منحهم فرصة ثانية يتم أخراج عوائل داعش من المخيمات لكن هنا في مجتمعاتهم العصدية ثم تلائحة كبرى من التحديات تواجه العملية برمتها والتي قد تشكل خطرا أمنيا جديدا على المنطقة من الرقة جماعكاش العربية والآن إلى أخبار الملعب واللعبين مع زياد شكرا ميسون وأهلا بكم مشاهدين الكرام تفتتم غدا منافسات رالي ذكار المقام حاليا في السعودية وذلك بإقامة المرحلة الأخيرة والتي تمتد من ينبع إلى جدة لمسافة 452 كم ويتصدر المتسبق الفرنسي ستيفان بيتر هانسل الترتيب العام لفئة السيارات وهو الذي يبحث عن الفوز للمرة الرابع عشر بلقب هذا الرالي تغلب الشباب على مضيفها العين بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الثالثة عشر من أدور السعودي لكرة القدم وانتظر الشباب حتى الدقيقة الستين وسجل أول الأهداف عن طريق اللعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا وعلى دقيقة الـ 81 أضاف عبدالله الحمدان الهدف الثاني في هذه المباراة قبل أن يعود الأرجنتيني جوانكا ويقرز ثالث الأهداف في الوقت بدل الضائع لمباراة بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى خمس وعشرين نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر فيما تجمد رصيد العين عند عشر نقاط في المركز ما قبل الأخير وتعادل الفيصل مع ضيفه القادسية بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة عشر من المسابقة بادر الفيصل بالتسجيل عن طريق جوليو تفاريز في الدقيقة الثالثة عشر ونجه حسن العمري بإدراك التعادل القادسية في الدقيقة في الرابع والخمسين لكن الفرح لم تدم طويلا حيث عاد الفيصل للتقدم جديد بعدها بخمس دقائق وفي الدقيقة الثامنة والثمانين سجل وليد شنقيط هدف التعادل القادسية الذي رفع رصيده إلى ثمان عشر نقطة مقابل أربع عشر نقطة لفريق الفيصلية وتعدل فريق الاتفاق والباطن بهدف لكل منهما سجل وليد آزار هدف الاتفاق الذي وصل رصيده إلى ثمان عشر نقطة فيما سجل فابيو هدف الباطن والذي رفع حصيلته إلى ثلاث عشرة نقطة وخسر الفتح أمام ضيفه التعاون بهدفي لواحد سجل سوفيان بن دبك هدف الفتح الوحيد في الدقيقة الحدي عشر فيما سجل عمارة حيم وسانتوس هدفي التعاون على مدار شوطين الفوز رفع رصيد التعاون إلى إحدى وعشرين نقطة بينما توقفت حصيلة الفتح عند سبع عشرة نقطة وتتواصل غدا الجولة الثالثة عشر من الدور السعودي لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات حيث يستقبل الأهل فريق الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ويتصدر الفريق العاصمي الترثيب العام بخمس وعشرين نقطة بينما يملك الأهل اثنتين وعشرين نقطة وسيكون النصر على موعد مع مضيفه الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية حصلت النصر وصلت إلى أربع عشرة نقطة متقدمة بفارق نقطة واحدة عن فريق الرائد آخر مباراة بين الفريقين انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل لا شيء ويحل الوحدة ضيفا على ضمك ضمن الجولة نفسها الفريق المكاوي لديه تسع عشرة نقطة مقابل ثمان نقاط لفريق ضمك في المركز الأخير ويعود آخر فوز لضمك على الوحدة للعام 2011 نهاية أخبار الرياضة شكرا لكم على حسن المتابعة ومباشرة نعود إليك ميسون كبدت العصفة الثلجية التي دربت إسبانيا الأسبوع الماضي أضرارا مادية بلغت ملياري دولار تقريبا إذ دفعت الثلوج إلى إغلاق عدد من الشركات إلى جانب تضرر المباني وتعطل الخدمات في العصمة مدريد التي أعلن أنها منطقة كوارث ما يعني تخصيص إعانات طارئة لها إلى هنا تنتهي نشرة المثساء إلى الأعنوين الطاقة الذرية تسجل خرقا إيرانيا جديدا والمعارضة الإيرانية تطالب بايدن بعدم الردوخ للابتزاز صور ترصد نشر إيران طائرات انتحارية في اليمن والرياض تتهمها بزعزعة الاستقرار ونشر الذمار الخرطوم تفرض قيودا على حركة الطيران شرق البلاد وتدعو إثيوبيا للتفاوض على التهديئة اجتماع طارئ للصحة العالمية لبحث النسخ المتحورة لكورونا وفريقها في يوهان يتقص أصل الفيروس ترجمة نانسي قنقر